ضمن رؤية حكومة أقليم كردستان في تطوير وتحسين شبكة الطرق في كافة مناطق كردستان افتتح رئيس حكومة الأقليم مسرور بارزاني جسر رانيا بن جيرد الحيوي في إدارة رابرين المستقلة والذي سيربط مناطق رابرين ودوكان والسليمانيا ببعضها ويسهل على المواطنين أعمال الزراعة ويدعم حركة السياحة أهمية هذا الجسر تنبع من إمكانيته رابط رابرين بباقي المناطق الكردستانية وخاصة تسهيل أعمال المواطنين المتعلقة بالزراعة ونقل المحاصيل هذا المشروع كان من أولويات الكابينة التاسعة لحكومة أقليم كردستان وكما ترون اليوم تم تنفيذه بإمكانيات محلية كردستانية وبجودة عالية الجسر والذي تم وضع حجر الأساس له قبل أربع سنوات من قبل رئيس الحكومة كذلك جاء بتكلفة تخطط الأحد عشر مليار وثلاثمائة وثمانين مليون دينار وبطول أربعمائة وعشرين مترا وعرض خمسة عشر مترا ويرتفع الجسر عن مستوى الأرض نحو ثنين وثلاثين مترا الكثير من المشاريع الحيوية في إدارة رابرين المستقلة العمل مستمر فيها والبعض منها تم افتتاحه وخاصة إعادة تأهيل المدارس في إيرانيا وبشدر من المهم جدا إنهاء الأعمال في مشروع هذا الجسر في الوقت المحدد له وهو ما يثبت تركيز واهتمام حكومة أقليم كردستان في تنفيذ المشاريع الحيوية وفي وقتها المحدد وبتوجيه مباشر من قبل رئيس حكومة الأقليم مسرور بارزاني شهدت إدارة رابرين المستقلة أواخر العام المنصرمة استحداث مديرية عامل الطرق بهدف متابعة مشاريع الطرق وإعادة الأعمار والإسكان وتقديم الخدمات للمواطنين لقناة زاكروس تيفيشيار محمد إدارة رابرين المستقلة